بطلتنا هي هيسو دكتورة نفسية شطرة جدا في شغلها في مرة بعد ما خلصت شغلها في المستشفى لقيت دكتور زميلها بيكلمها وقاعد يتحيل عليها علشان تروح مكانه برنامج لانه مشغول الصراحة فقالت له انا مالي اتصرف انت وكانت ناوية ما تروحش فعلا لولا حبيبها يكلمها وهو مخرج نفس البرنامج وفضل يتحيل عليها لان كل حاجة جاهزة فلازم تيجي وتنقزه فساعتها وافقت بس عشانه ففرح جدا واول ما قفل معاها قال زميلته الخبر اللي من فرحتها رحت واغدال لورا الكواليس وبيساء شايفين الفرحة المهم انهم اتقفشوا من بطلنا وهو وضيف التاني اللي جاي مع البطلة للبرنامج وده بقى كاتب مشهور جدا الكل بيحبوا بيعملوا معاملة الايدولز فالمهم قال لهم سوري ودخل مكانه يزبطوله شعره ولما جات البطلة خدتها البت دي علشان تسلم عليه فلما دخلت له ولاقيته بيقول مش تدفت تاني كان راجل فقالت له معلش بقى انا اللي جيت بدايله انت متدايق ولا ايه على اساسي بقى لطيف يعني يقول لها لأ فلاقيته جحش وقال لها اه متدايق فعرفت ان الحلقة مش هتكون لذيزة وبقت مسترخمة طبعا وهو تانح وقاعد يقول لها ما تتوتريش فقالت له انا مش متوتر على فكرة وعلشان كده اول ما دخلوا للستوديو كانت هتقع على السلم لو لمسكة هو فاتكسفت قوي بس على طول بدأت الحلقة ورأيهم كان عكس بعض تماما وكل واحد فيهم بيحاول يثبت وجهة نظره فالحلقة يعني كانت مولعة وعجبت الكل وهو لفتت نظره بكلامها لدرجة بعد الحلقة طلب منها تستناه ولكن ولا اهتمت وجريت تمشي فساعتها طلب من المخرج رقمها رح اقيله لو ادتولك هتيتلني وبعدين ما تحاولش لانها مرتبطة اصلا اصدو يعني على نفسه فلا بيقوله غريبة ما يبنش عليها انها بتحب فأول ما شافها رح لها يفتح معها كلام لها مطنشاة وبتمشي فعلى طول مشي وراها ولسه هيكلمها لأواحد غريب كده بيجري عليها ويدربها فقام طبعا يضربه ويدفع عنها راح يتنزل على راسه بالإزازة دي معه وراه وطلعت تجري وراه اللي ضربها فما بقاش فاهم هو في ايه بس على طول جري هو كمان وراها وخد عربية صاحبه وجري عليها يسألها هي ليه عملت في كده فلقها بتقوله خدني معاك وخليته يجري وراه التاكسي اللي سايقوا الراجل اللي ضربها واللي طلع أصلا مريد عندها وهرب فلما شافها في البار افتقارها جاية ترجعه المهم فضلوا يطردوه لحد ما بسبب سوقته وعرفوا يلحقوا الراجل وطلبت وقتها الإسعاف وخدوا المريد أما هم بقى فاستنوا حد يجي لهم وساعتها لقيها بتعالي الجرحه اللي في راسه واللي حصل بسببها فاستغرب هو وتعور إمتى أصلا بس بعدين لاحظ إنها مش قادرة تحركت فيها كويس فقالت له إن الراجل زقها جامد لسه هيقول لها تستهلي عادي لقاها أغم عليها فبسرعة شالها وحاول يقرب لأي مكانين جدهم بس ثانيتين وأغم عليها وكمان ولما فاق لقاها مش موجودة وسايبله ورقة فيها رقمها وبتقول له يبعد حسابه البنكي عليها علشان يعني تبقى تديله فلوس علاجه فضغز منها قوي بالذات لما كلمها ولقاها مش مهتمة بي فقفل معاها ورح بقى لشركته لقى الدنيا مقلوبة علشان آخر حبيبة لي اللي كانت معاي بقى لها ثلاث سنين نزلت كتابها في نفس الأحداث بتاعت كتابه فبعد الصحافة تصدعوا بسؤالهم عن مين يعني يقلد مين فعلى طول أمر فريقه يدوروا مين اللي صرب لها الكتاب بتاعه وبدأ يدور على مكان تاني يسكن فيه بعيد عن الصحافة يعني ففكروا صاحبه ببيته اللي فتحه للتأجير وقاله إن دلوقتي في قوضة فاضية فمرضيش في الأول بس بعد اللي ما ورقله باقي السكان لقى البطلة منهم فعلى طول طبعا وافق وبعت العمال يجهزوا قطه فبقول لي هناك مستغربين هي ايه كل التحضيرات دي مين جاي يعني أما بقى عند بنتنا فوصلت المستشفى متوترة جدا واللي وطرها أكتر إنها لقيت مريضة عندها كانت مامتها لسه وغداها من المستشفى إنبارح بالغزب حاولت تموت نفسها فساعتها زعاقت لمامتها لإنها محذراها إن ده هيحصل فعلى طول زعاقت لها مشرفتها إن ما ينفعش تعامل أهل المريض كده ورحت مخليها مسؤولة عن حالة جديدة وهي شاب رسام وموهوب بس مرعب في نفس الوقت بيرسم بس الأعضاء التناسلية للناس اللي أصاده ومامت قاعدة تعيط عليه للنهار فبدأت بقى تفكر هتعلجه زاي وبعد ما خلصت شغلها رجعت للبيت ولسه بتخسل شعرها لقيت الباب بيخبط فعادت كأي بيت مصري أصيل تتحيل على حد تاني يفتح بدلها فلاقيت إن هم مجغولين علشان الواد ده تعبان والدكتور بيساعده فاضطرت تفتحها وساعتها تصدمت لما لقيته في وشها وبيقول لها إنه السكن الجديد بس دخلته وشوريت له على مكان قدته كمان فراح دخل بالغلط قدت الواد واستغرب هم بيعملوا إيدول بس بعدين قفل ودخلوا قدته فبعد ما خلصوا الواده دي رحوا عرفوه من نفسهم وفهموا الولد ده إن عنده متلازم التوريت والدكتور كان بيساعده فقال له أهلا وسهلا ورح طريدهم من عنده فعرفوا إنه شخصيته مش لطيفة يعني خرجوا من هنا لقى البطلة دخل له برأسها في قدته فعلى طول رح لقودتها وفتح الواب كمان يتفرج عليها فلما استغربته قال لها إنه هيعمل زي ما هي تعمل معه بالزبط فاستغربته قوي وتاني يوم رح لحبيبته اللي سرقته دي وعرف بزكاؤه إن اللي ادالها الكتاب بتاعه هو صاحبه لإنه كان بيحبها فاتصدم فيه ورح قصر له عربيته كان تقام يعني لإن ده أخره الصراحة وأكيد مش هيرفع قضية عليه ولا حتى على البنت وكان طيب لدرجة إنه سحب كتابه من السوق ووعد الجمهور بإنه هيعمل كتاب جديد ورجع بقى على البيت علشان كانوا أيلله وهايصهروا لإن في حفلة بالليل أتفاجئ بالمخرج وهو بيحضن البطلة وعرف إنه حبيبها كمان وفي نفس الوقت لقى البنت التانية اللي كان معاه في الكواليس دي فاستغرب قوي وغبي وافتكر البطلة عارفة وراضية إنه مرتبط بيهم هم اللي اتنين وعلشان كده سألها يا إيه العلاقة المريبة دي فعلى طول قعدت تفهمه إنه مفيش حاجة من حبيبها وصاحبتهم فقال لها مفيش إيه ده أنا شايفهم بعيني فاتصدمت لما حكالها وعلى طول قفلت لهم التلفزيون وسألتهم لو عملوا كده فعلا فاتكسفوا ومرضوش يتكلموا فعرف الكل إنهم فعلا عملوها والبيت بكحة وقعدت تقول لها ده حقي أنا حبيته قبلك فساعتها تصدمت وطلعت لقودتها والكل بقى ميسك في بعضه تحت ومن بعدها بقى يعملوه وحش جدا وكأنه غلطته إن حبيبها بيخنها ولما راحت المستشفى تاني يوم لقيت حبيبها بيبرر لها فانهارت وبقت تضربه والموضوع كان جريحة جدا لإنها شافت مومتها زمان بتقرب لواحد تاني غير باباها فمن زمان أصلا متعقدة من العلاقات والقرب فليجي هو كمان يكمل عليها ورجعت بقى البيت مش طيقة نفسها فلاقت البطل برضو بيحاول يلطف معاها وعايزها تشرب معاه فقالت له ماله يا خوية وخلته يملالها الكاس على أخره وراحت رميه عليه ودخلت قدتها ورزعت البف في وشه ففضل يخبط فأول ما فتحت له لقيته بيردها لها وقال لها مش قلتلك دي طريقتي فتعصبت جدا وراحت مجمعها الباقي في قوته وقالت له منها مش طيقة ويلا نترده من هنا فرح صدمها الدكتور انه أصلا صاحب البيت كله فساعتها بكل برود قال لها مش عاجبك يلا جاهزي نفسك عشان انتي اللي هتمشي ومش لوحدك لأ ده كلكو فساعتها وفضلوا قاعدين يدوروا على بيت جديد وطبعا ملوش حاجة مناسبة ففهمها انه بعد خلاص عن التانية وانه عمل كده غصبة عنه وانه نوعا ما بصراحة هي السبب وليه بقى لان هي مش بتسمح له يقرب لها فساعتها نهارت وقعدت تقوله انه عارف السبب من الاول وانها كل ما تقرب منه هتفتكر مومتها وهي بتخون باباها فعلشان كده ما بتحبش ده وخلاص كده علاقتهم يعضبر انتهت وراحت دخلة للبيت ما بلولة فساعتها كان سامع البطل كل حاجة وفهمها يا ليه شخصيتها جد كده وصعبت عليه بصراحة بالذات ان كمان مفيش فوة نشفة في البيت تنشف بها نفسها فكرر يديلها من فوة الخاصة وسبها لها على الباب ومش بس كده تاني يوم كمان عملهم فطار جامد كلهم فافتكروا خلاص بقى رضي عنهم وبقوا صحاب رحمة فجئهم من دي وجبة الوداع فساعتها قالولها ان هي السبب في كل ده ولازم تخليه يوافق يفضله معاه فمعرفتش تتحيل عليه بس فتحت معاه موضوع مريضها الرسام فقال لها ايه المشكلة في رسوماته يعني هو ده مش فن فساعتها قالت له ان مامته ما تستحقش منه ده وعلى طول بتعيت عليه وشكلها طيبة فقال لها ان الامهات الطيبة برضو يقدروا يقزوا ولده معادي فساعتها شكرته وراحت للمريض وفهمته ان رسوماته عادية وانه كده فنان فساعتها تطمن لها وقال لها ان سبب رسوماته دي ان شاف مامته مع عشقها قبل كده فساعتها فهمت ان مع ان مامته طيبة فهي تسببت لابنها في صدمة وكلام البطل صح فوهي رجع من شو لها كلمته تعزمه على العشق ويشربه سوا كمان بحس تقنعه بقى بانه ما يتردهمش فكان متحمس جدا علشان هيقابلها لها جايبة الباقي بس بصراحة اتبسط بالقعدة معاهم ولكن فجأة حصلت مشكلة بسبب ان الوات ده حاول ياخد رقم بنت حلوة ولما عرفوا اخوتها جم يضربوه فيعيني غلبان وقال لهم وفيها ايه يعني لما اغدوا مخطوكم حلوة فعلا فمسكوا فيه اكتر وفضل الكل يضربوا في بعض لحد ما سمعوا صوت البوليس وتلعوا يجروا بقى فجري معاها وقتها وبقى مبسوط جدا وساعتها كانوا قريبين لبيته القديم فقال لها يكملوا صهرتهم فيه والكلام جاب بعضه والحوار انها متعقدة من العلاقات والقرب كمان فتقريبا قال يجرب عملي وحاول يقرب لها راح يطلط شاب القلم فعلى طول قعد يشرح لها انه مش متحرش لا ده هي اللي لسه ما فهمتش نفسها كويس ومن الشرب بقيت حاسة انها مش قادرة وعايزة تنام كمان بس كانت خايفة يعمل لها حاجة فشغلت موبايلها يصور ونامت على الارض قصاده اما هو فرح وقتها الواحد من معجبينه يعتبر صاحبه قوي وبيحبه جدا لانه بيفكره بنفسه زمان لما كان برضه بيتضرب جامد من جوز مامته والمراضي الواحد كان مضروب علق تموت فصيب عليه ويكلم له صاحبه يجي يهدو ورجع بقى هو للبيت ولما شافها كده فدل قاعد جنبها شوية وبعدين دخل ينام هو كمان ولما صحيت جريت على طول مكسوفة من اللي حصل وفدلت في شغلها تفكر في اللي حصل بينهم اما هو فكان مش متأثر حتى لما سألوا الباقي كانوا فين مبارح قال لهم كنا في شقتي وضربتني كمان بالقلم لما حاولت اقرب لها وعلى بالليل كده وهي راجعة كان مبايلها شحن شوية ففتحته تشوف عمل ايه لقيته كان كيوت جدا فدل جنبها شوية بعدين امرأس كده واختفى فساعتها صدقيته لما كلمها وقال لها ان قلبه ده اليها مبارح ولما رجعت بقى للبيت لقيت بنت صغيرة كده موجودة وبتقول لهم انه قال لها انها حلوة فعرفت انه كده مع كله وبدأت تتعصب عليه علشان ازاي يعمل كده مع طالبة قاصر فتعصب هو كمان علشان فهمته غلط وكل اللي حصل بينه وبين الطالبة دي ان البيت دي طلبت منه يجيب لها سجاير فبالعكس جاب لها لبن وقال لها انتي حلوة وخلاص المهم انه بعدها لقيته طالع بيجري لبرة علشان يقابل الواد برضو المعجب ده واللي لقاه قاعد عند بيت البنت اللي بيحبها ومكسوف يكلمها فقال له ايه رأيك خليها تطلع وتشوفها ورح رمطه فعلا على شبكها فطلعت فعلا وساعتها قال لها ان الواد اللي جنبه ده معجب بيها فاستغربته قوي اما الواد فاتكسف وطلع يجري وهو طلع يجري وراه وهم فرحانين وبعد ما خلصه جاري يقابل الطالبة دي تاني فساعتها سألته هو بيكلم مين لسه بيشور لها على الواد لقاك العادة اختفى فرح مطنش ولقاها لزقيت له وجات معا البيت كمان بحجة ان مش معاها مفتح بيتها في الاول اتعصبت عليه البطلة بالذات انها لما سألته انه قلبه دقا علشانها فقال لها ده كان وقتها وخلاص خلصت فعصبها اكتر بس بعدين لقاها قلبها حنين وخدت البنت اتنان فقدتها معاها وتاني يوم بقا وهي رايحة شغلها حاول يتكلم معاها فلاقاها بتصده وقالت له ايه وعطنته حتى فساعتها ماشي وخد الواد صاحبه ده ورح بيعلى المستشفى لا اهناك ولكن ولا عبارها وفدل مستني مع صاحبه علشان يكشف ولكن عدى وقت كبير وما لدهوش اسمه فساعتها سألهم ليه التأخير ده كله الواد قدم بياناته من فترة فتأكدت الممرضة ان اسمه مش متسجل لسه بيشاور على الواد وبيقول له تعالى املي البيانات تاني لقا برضو اختفى فساعتها توقع انه خايف من العلاج بس تنشو علشان انشغل مع جيرانه اللي كانوا رايحين لمريضة عندها انفصام ومحتاجينه يوصلهم فرح معايهم لقى البنت زي الوردة المفتحة مفيش حاجة خالص بين عليها بس كلها سانيتين واكتقبت فساعتها قالوا للبطلة تفضل هي وهم هيمشوا ولكن في طريقهم لقوا المريضة دي رامت نفسها في المية وجوزها حاول ينقذها فبقى يغرق هو كمان فبسرعة جريوا عليهم وانقذها البطل بس على طول حقته البطلة وقالت له يشيلها بطريقة تانية لان هي حامل والمية غلط على بطنها فساعتها شالها كده وتلع بيها لبرة وجريت عليهم بقى البطلة تطمن فلاقيتهم عايشين عايدي وفضلت بقى طول اليوم جنبها تخفف عنها وساعتها ميشيوا الباقي وسبوا معاها فقعدت بقى البطلة تحكيله ان جوز البنت دي كانت بتحبه زمان بس هو يستاهل مراته الحالية وبتتمنى علاقتهم تكمل بتفلهم اللي لسه جاي فحسها غلبانة قوي وتاني يوم بقى ودعت البنت وجوزها علشان جت لها عربية المصحة تاخدها وساعتها فضلت البطلة تدور عليه كانت فاكراه كل ده نايم في العربية بتاعته ولكن لقيتها فاضية ولما دخلت الحمام اتفجئت بيه نايم جوه فساعتها تأكدت انه بينام في الحمام وده كان شكت فيه ساعة لما شافت الفيديو اللي صورته في بيته منامش على السرير ساعتها ففقه هو بقى ولقاها قصاده بس تنشط الموضوع وقالت له يلا علشان نمشي ففي الطريق سألها هي اللي مش بتسأله عن حاجة فقالت له مش حبة اتدخل رح ركن واخدها يتمشو وقعد بقى يحكي لها وقتها عن حياته زمان وانه ياما اتضرب من جزمامته وكان اخول كبير ييجي يلاقي مضروب كده فيتعصب عليه انه ساب الرجل يضربه فيمسك ويعجنه هو كمان وفي مرة وهو بيهرب من جزمامته لها حمام القرية مفتوح فاستخب فيه وساعتها بقى شايف ان الحمام هو مكانه الامن فقالت له ان كان عندها حالة زي كده فمش متفاجأة عادي فغيروا الموضوع بعدها وقال لها يلا ننزل الميا في الاول مريديتش رح شدها على طول معاه ونزلوا الميا وساعتها ما تفهموش تأثر ولا ايه من تحكتها بس حاول يقرب لها والمفاجأ انها تجاوبت معاه ولكن على طول بعدته وضربته كمان بالقلم فطنش اللي حصل ده وخدها معاه يشتره هدوم بدل المبنولة وساعتها فتح معاها الموضوع من تاني فلقاها بتتهرب من انها تجاوبت معاه فقال لها انت يا تستعبتي علي انت اكيد معجبة بيا زي ما انا ما معجب بيكي فساعتها انقرت وقالت له ان هو بتاع بنات ولا يمكن تفكر في كده ولما رجعوا للبيت كالعادة الباقي يعرفوا اللي حصل فساعتها سألها الدكتور لو قد قربهم ده افتكرت مامتها وخيانتها فقالت له بصراحة كده ما افتكرتش حاجة فعرف ان كده عقدتها تتحل بسبب البطل لانها مع حبيبها السابق كانت بتفكر عادي معاه فلقاها متضايقة جدا ان البطل مميز عندها كده لانه في النهاية واحد بتاع بنات وما يستحقش اهتمامها ده بس لقيته مصمم يبقوا مع بعض وقال لها تاني يوم لو موافقة خبطي على بابي 3 مرات او بصي ريني على موبايلي 3 مرات اما لو فعلا مش عايزاني افضلي كده هادية وما تعمليش حاجة فاستغربت كلامه جدا وقالت عليه مجنون ولا يمكن تعمل كده اما هو فقام يروح للوات صاحبه اللي خده لقريته ووري بيته وهناك شف مومة الوات بتتضرب من جوزها والوات كمان لما تدخل اتضرب برضو فبسرعة تدخل يحميهم وجي البوليس وقتها وقبض عليه فالف المحضر انه كان بيدافع عن العيلة اللي سكن في البيت ده فاستغربوا لان البيت ده محدر سكنه اصلا بس قالوا يمكن حد سكن واحنا ما نعرفش بعدين مشوه فرجع بقى للبيت والشومت شلفت كده فساعدها فضلت تزن عليه علشان يفتح لها وتساعده في تعويره دي رح وقتها موريها ازاي بينام في الحمام وقال لها ان الجانب ده هي اول بنت تشوفه منه فساعدها تقصرت بس برضو سبت ومشيت وتاني يوم جيزوا نفسهم لخروجة علشان يحتفلوا ب13 سنة عدو على طلاء الدكتور ده ومشرفتها الدكتورة برضو وحضر بقى كل صحابهم وعيلتهم حتى عيلة البطلة كانت كلها حضرة وبقى مستمتع جدا معاهم لحد ما ممت البطلة فضلت تقرب لبنتها فطبعا بطلتنا مش طيقاها ورحت مزعقالها وقايمة فساعدها ممتها استغربت قلت ادابها عليها فما قدرتش اختها الكبيرة تسقط اكتر من كده وساعدها اعترفت لها ان زمان وهم صغيرين شافوها وهي بدخون باباهم فاتصدمت اما البطلة فلما رجعت البيت سألته لو تصدم من وضع عيلتها فقالها بالعكس ده انتو طبعيين جدا بالنسبة لعيلتي يعني وكان عنده حق لان زمان اخوه الكبير قتل جزما ميتهم وساعدها تقابض عليه ومامتو مرضيتش تشهد تبرقه فبقى كرهها وكرهه لانه مقتنع انه هو اللي قتل الراجل ولبسوا التهمة كمان وعلشان كده من سنتين لما خرج بعد ما قضى مدته على طول جري عليه حاول يقتله فاتسجن من تاني وخرج المرضي برضو ورح وقتها يقابل الدكتور اللي كان دكتوره بالصدفة وما كانش يعرف انه اخوه البطل بس بعدين عارف وما حسش انه مهتم والوادد جاله علشان اتفق معاه يدي له حقنة مخدر كده هتخليه يقول الحقيقة فساعتها تفاجئ الدكتور بانه سرقها وهيرب بيها ففهم انه هيديها الاخوه وعلى طول اتصل بصاحب البطل اللي وده اصلا استجن الاخوه وقال له يلحق البطل بقى اللي كان وقتها في برنامجه ولقى البطل اخيرا خدت قرارها واتصلت بيه تلات مرات وبعدت له رسالة كمان انها موافقة عليه فبقى طاير من الفرحة وعلى طول خلص البرنامج وجاري يقابلها فلسه هيشاور لها جي اخوه اللي منه لله وبسرعة ضربه بالحقنة وفدل يضربه بقى في بقي جسمه وعجنه من الضربة حرفيا ودفكره بأيام زمان وبعدين جت صاحبة المكان اللي قصروا ده فهد اخوه وقعدها انه هيعوضها بس ما تطلبش يعني البوليس وقتها بقى جي صاحبه والدكتور اللي قاله ان الحقنة اصلا اللي جواها مية لانه كان شاكك فيه من البداية انه هيعمل كده ورح واخد البطل على جنب وقاله انه لازم يطلب لاخوه البوليس لانه خطر عليه وعلى المجتمع فقاله انه بيشوف اخوه طفل صغير مظلوم لانه لو فعلا خطر عليه كده وعايز يقتله كان من سنتين بدل ما يضربه في كتفه فاقتنع بصراحة بكلامه ورح واخد اخوه وخلاه ينطلق وقرر انه لازم يعالجه اما هو فكلمته البطلة ولقيته اخيرا رد وبرر لها كان فين فجريت بسرعة عليه وقالت له انه مش محتاج يشرح اكتر من كده هي شفت في طريقها لهنا مقالات كتير عن حالة عيلته فعادي يعني وقعدت بقى تهون عليه ولما رجع للبيت بقوا هما الاتنين مش عارفين يناموا من الفرحة وتاني يوم لما صحيت تروح شغلها لقيته عمل لها فطار ولما قالت له يبطل يلمسها كده سمع الكلام فحبته قوي ورحت بقى المستشفى لقيت حبيبها بيسألها هناك لو ارتبطت بالبطل فسألته هو بيسأل علشان كان حبيبها ولا بيسألها لانهم صحاب فقال لها انه غيران الصراحة رحت مردتش عليه وفضلت بقى وهي رجع تكلم في البطل اللي استنها عند المحطة وجاب لها الايس كريم اللي نفسها فيه وخدها وروحه سوا وساعتها اقترح عليها يروحوا رحلة مع بعض لما كان كده عارف انها كان نفسها تزوروا مع باباها زمان فساعتها قالت له اه منك يا رجالة دايما بتقولوا نفس الحوار ولما حد بانه عايز يسافروا مع بعض علشان علاقتهم تتطور اكتر فساعتها وعدها انه هيحميها فوفقت وشهدت الباقي عليه اللي قالوله انت غبي هتروحوا رحلة سوا ومش هتقرب لها فقال لهم ايه ده مين قال كده فقال لهم مش قلت هتحميها قال لهم ايوه قصدي على الرجالة التانية يعني لكن مش انا خالص ودي نبزة عن الاشخاص اللي مش سلكين المهمة تاني يوم لقاها رجعت في قرارها وقالت له بص بلاش نسافر فسمع برضو الكلام وقرر ياخدها لبيت مامته اللي ارتحت لها قوي وحستها مميزة عنده لانه معرفها كل حاجة وبقت قعدة تقوله يتجوزها بقى ويسيبه من بقى البنات ففضل يضحك عليها وهم راجعين كده ضربت في دماغه يقترح السفر من تاني وكان بيقول كده بثقة وجايب جوا السفر ومعاه كمان لانه عارف انها بتمشي ببتاعها دايما فلقاها هي كمان اتحمست وقالت له يلا بينا بس في المطار عبيطة وقعت قصرت ايديها فقال لها بلاش بقى نسافر فلقاها بالعكس لسه متحمسة ففعلا نسافروا واول ما وصلوا بقى لقيتوا موديها اوتيل نظيف جدا ومختار جناح كامل فيه فمش تنبهر بقى قالت له بص مبدئيا كده احنا هندفع السفرية دي بالنص علشان ما بحبش البنات اللي بيعتمدوا على حبيبهم وبمقلني كحيانا فانا مش موافقة على القوضة دي مش هدفع حاجة فودها قوضة اصغر واقنعها ان سعرها رخيص جدا فالبيت مش غبية برضو وكلمتهم تتأكد من السعر وعرفت انه غالي وبيسيع عليها ففضل الترخص في الفندق ترخص في الفندق لحد ما وصلوا للمكان المريب ده فخافوا يعودوا فيه وبقى متعصب عليها علشان تركزها في اول رحلة ليهم كله على المصاريف فسعيتها ردته ومشي الفندق احلى معقول يعني ولقاها فعلا من اي ما فقدموا انفصل عنها بس ده ما اصرش على رحلتهم واتبسطوا برضو وفي نص اليوم كده لقيته بيرد على تليفونه من غير معيرين فاستغربت بس قالت يمكن مسمعتش وقتها كان بيكلم صاحبه وبيطمنه انه بقى كويس هو ومامته فارجع لها بقى حكالها ففرحت لصاحبه جدا اما بقى صحابها هي فالدكتور لقى طلقته بتقوله انها لسه عندها مشاعر لي وعلشان كده بتتدايق منه لما بيتقابله برا لازم يجيب حد معاهم فقال لها انه بيعمل كده لانه برضو لسه بيحبها ولكن ده مش صح لانه راجل متجوز وعنده اطفال كمان وطلب منها ما يتقابلش تاني اما بقى الولد التاني فاكتشف ان البيت دي تاني وفعلا اتدايق منها اما بقى بطلتنا فبقيت طول اليوم ترخم على الواد كل ما يلمسها اما هي فبتلمسه عادي راح ايل لها لأ بقى اش معنى انتي وبدأ يعملها نفس معاملتها وراح كمان يعوم بالليل في البحر وعارفها بتخاف اصلا فساعتها ما قدرتش وراحت له تصلحه فما صدق هو كمان وصالحها ووقتها عقدتها تحلت ونامه فعلا ولكن زي ما احنا عارفين ما بيقدرش ينام غير في الحمام فللأسف جاله كابوس وحلم بان صاحبه عمل حدثة واتخبط بعربية وان اخول كبير جي وقتله كمان وصحي هو متأكد انه مضروب بسكينة وقاعد يقول لها لما صحيت انه متعور فهدته وقاعدت تعتذر له نهنا يميته هنا وعلى طول خدته الجوة وفرشت له الحمام كمان علشان ينام ولما صحي بقى خدها يتمشوا على البحر فوقتها قالت له انه بتعبنات كالعادة يعني فقال لها على فكرة بقى انا مش كده بس بسكوت لك يعني فقالت له ايه اللي مش كده ده انت مفيش هنا بنت حلوة ما بصيتش عليها فقال له وهو انا ببص لي مش علشان اتأكد اني معي احلى بنت في العالم رحت منكد عليه وبعدها سألته لو بيحبها فاول ما قال لها اه قالت له لا لسا بدري فالله خلص يستي ما بيحبكيش فرحت برضو منكد عليه تاني ولما رجعوا بقى من السفر كان المفروض صاحبه مستنيهم في المطار يستقبلهم ولكن لقى مش موجود فسبها وراح دور عليه فزعلت انه طنشها علشانه ولكن لما روحه ولاقيت صاحبها ده منهار لان البنت اللي بيحبها مش معبره فتخلى عن حبه فعلا لقى وبعدها قاعد يتحيل على البطلة علشان تواعي البنت دي ازاي تتعامل مع الرجالة وتحمي نفسها فما كانتش موافقة في الاول بس بعدين رح تتكلمها عيلة صغيرة برضو لقيتها ماشاء الله هي اللي هتعلمها فسبتها وراحت شغلها وفضلت بقى تبص على الحالات وفوقت الروحة حكيت على تطور علاقتها مع البطل للدكتورة بتاعتها ففرحت بها جدا ولما خلصت شغلها رجعت البيت لقيت الاكس بتاعها هناك طلع جيه ومعرفش البطل يقوله حاجة فدخله عادي فتعصبت من البطل علشان الحوار ده وفضلت تقوله انها لو شافت اي واحدة من اكسيته بالعكس بقى هتجيبهم من شعرهم فعجبوا بصراحة غيرتها دي وروح مكمل عليها وقال لها انه هينقل من هنا لبيته فافتكرته بيهزر بس بعدين لقيته بيمشي فعلا فبقت مش عارفة نام من كتر ما بتفكر فيه حتى فكرت نام في الحمام بتاعه اما هو بقى فتاني يوم قبل الاكس بتاعها اللي كان جاي امبارح لبيتهم اصلا علشان يتكلم مع الدكتور عن اخو البطل بما انه هو اللي بيعلجه يعني وقال له انه بيفكر يعمل حلقة عن قضية اخوه وانه تظلم وقتها فلقى البطل فرح جدا وقال له هيشجعه على الحلقة دي بس بعدين جابوا سيرة البطلة ومسكوا بقى فخنق بعض ولكن بعدين خدوا البطل للكافي بتاعه يعلجوا هناك وفي نص ما بيتكلموا كده شاف صاحبه فقام يتكلم معاه وساعتها جات للوادي التاني مكالمة فاجري بسرعة يمشي وبطلنا بقى كم الراغي مع صاحبه اللي كان مديله رواية يراوها كان هو كاتبها وأخيرا عجبت البطل فبقى صاحبه ده فرحا جدا شافهم من بعيد كده الولد ده وبقى مستغرب البطل جدا بس تنش أما بقى دكتور أخوه فرح له وافق يديله حقنة المخدر اللي بتخليه قولي الحقيقة وساعتها لأبي يفتكر اللي حصل يوم الحدثة كان جزمه ميتهم بيدرف فأخو الصغير البطل يعني فساعتها تدخل هو ومسك ضرب الراجل رح أخوه يخد السكينة ومسكها في إيده فبالغلط وقع جزمهم على أخوه فتعور من السكينة وبعدها بقى جت مميتهم كمان فعرفها الوايد ان البطل هو اللي قتل الراجل بس هو اللي هيتحمل المسئولية وصاد القانون وعادي يعني لما يتحبسله سنتين ثلاثة ولكن لما عرف ان العقوبة هتوصل لأربعتاشر سنة رجع في كلامه طبعا وقال ان أخو الصغير هو القاتل فساعتها ممته كدبته وأخوه كمان شهد ضده وعلشان كده بيتعامل معاهم ان هم خانوه وبيكرههم فصيب على الدكتور قوي وساعتها رح لقودة البطل يمكن لما يتكلم معاه يفهم أكتر عن اللي حصل فلقى مش موجود فدخل وشاف الكتاب ده كانت رواية كتابها وهو عنده 16 سنة يعني وقت الحد سيعتبر فتفاجئ ان مكتوب فيها حاجة عن قوانين الدفاع عن النفس وساعتها دخل البطل فسأله كان عارف منين القوانين دي في السن الصغير ده فحكى له انه تقريبا أراها في رواية فساعتها فيهم كويس هو ليش هيد ضد أخوه مش خيانة لي لا ده كان علشان مكتنع ان أخوه هياخد حكمه مخفف بسبب قوانين الدفاع عن النفس ولكن للأسف حظهم كان وحش وخد عقوبة أقوى بكتير وبقاعد يحلل ده مع طلقته اللي قالت له انه أكيد البطل بيعاني لحد دلوقتي من تأنيب الضمير فقال لها انه هيرقبه الفترة الجاية فلقاه هي بتمشي بتعتذر له عن انها حست بمشاير ناحيته في الفترة الأخيرة ووطريته وكمان اعتذرت له عن زمان من 13 سنة لما كانوا متجوزين وبتاخد حبوب من الحمل من وراه فقال لها انه مسمحها لانها لو كانت خلفت أكيد كان هيأثر على الكرير بتاعها ففرحوا هما اللي اتنين انهم حلوا أخيرا مشكلتهم أما بقى عند أبطلنا فمنتجين برنامجه الإزاعي طلبوا منه يجبها حلقة معاه فقال لها تيجي فرحت فعلا ولقيته مش معرف حد انهم مرتبطين فحستت ان كلامه اختهى عنه صح وانه لعبي ومش هيعترف بعلاقتهم ولو انفصلوا هي بس اللي هتتأثر فده دايقها شوية بس كالعيدات صالحوا بعدها ولما رجعوا بها للبيت فدلوا يلعبوا سوا بالمية ودخل معاهم الودة كمان اللي جاهز معايا حكته تاني يوم علشان ينقل بشكل كامل وساعتها لقى البطلة مختفية ما ودعتهوش ولكن اول مركب العربية لقى هورا وكتباله على الموبايل ان هيز علانة انه ماشي بس مكسوفة يعني تقوله فكتبه هنا وراح يتنزل من العربية بعد ما ودعته فبقى شايفة كيوت جدا وتحرك باب عربيته علشان يمشي ولكن وقتها فجأة لقى فوشه صحبه بالعجلة فعلشان يتفدى انه يغبطه كانها يغبط البطلة ولكن جت سليمة وكلهم كانوا كويسين اما بقى عند الاكس بتاعها فلقى المحامي بتاع اخه البطل زمان معارض انه هما يعملوا الحلقة وده بسبب انه مش مسامح نفسه لحد دلوقتي فوقتها رح لهو والدكتور واكتشفوا الصدمة وان الراجل جزء امهم ده ما ماتش بسبب السكينة لا دي يدوبك عوارته فكده القاتل مش البطل لا القاتل هو اللي ولع في البيت لان الراجل مات محروق مش ميت من الطعنة فبقى قعد الدكتور بقى يفكر يا ترى مين اللي ولع في البيت وشك في الام لان من كلام اخو البطل فهو شال اخوه وجريبيه من البيت بعد ما الراجل اتطعن بالسكينة فكده اللي اتبقت في البيت لوحدها هي الام فساعته وهو في نص افكاره كده جي ساحب البطل وهو ميت من العياط وقال له يلحق البطل لانه مريد وقعد بقى يحكي له الصدمة الاكبر وان الموضوع بدأ لما جاله اتصال من مركز الشرطة في الريف ان محفظة البطل لقوها عندهم فرح علشان ياخد المحفظة ووروله سعيدها فيديو للبطل بيدرب نفسه حرفيا في نص الشارع فمفهمش ايه ده ورح مكلم البطل وسأله كان هنا بيعمل ايه فحكاله انه كان هنا مع صحبه واتخني قواتها مع جزء امه فشك في حاجة وقال يا رب لأ ورح علشان يتأكد قال له تب ديني رقم صاحبك ده فادهوله فعلا فحكاله انه ده رقم صاحبه فسعيدها قال له خلاص يا عم واتصلوا بالرقم والدهوله فلقى البطل بيتكلم في التريفون كي انه بيكلم حد فعلا مع ان الرقم اصلا بيتقاله انه مش موجود في الخدمة فعرف كده ان كل ده البطل كان بيتهيق له وجود الودة في حياته وعلى طول جري يحكي كل حاجة للدكتور فسأله هو بقاله قد ايه بيتكلم عن الودة فحكاله انه ده حصل من ثلاث سنين لما اخوه الكبير خرج من السجن فعلى طول خل صاحبه تاني يوم ياخده البيت البطل القديم فاول ما وصل لهناك ولقى ان في مراية قعد يتخيل وقتها اللي حصل وان للأسف زي ما توقع ممتهم هي اللي ولعت في البيت وقتلت الراجل وللأسف اكتر بقى ابنها الصغير اللي هو البطل يعني شافها في المراية دي وهي بتعمل كده وعلشان كده شهد ضد اخوه عشان خافل حسن المحكمة تعرف ان ممته هي المجرمة الحقيقية ويخسرها ساعتها وعلشان بقى احساسه بالزنب ناحية اخوه وانه خسر حياته 14 سنة كاملة بسببه بدأ يتخيل صاحبه ده وتأكد من كده لما راح وتكلم مع البطل بعد ما خلاه يشرب يعني علشان ما يبقاش فايق ولقاه حاسس بالزنب جدا سواء من ناحية ممته او اخوه حتى فساعتها اخده للبطلة وهناك في البيت ده جات اخيرا البنت دي وهي حبل غالبان صاحبهم وارتبطوا فبقوا فرحانين لقوي للبيت وقالت له ان لازم كده البطلة تعرف ما يعرفوش يعيني انها في ميت المخلل حرفيا وحاليا هي والبطلة عايشين ايام كلها رومانسية بسبب انه كمان عرض عليها الجواز طبعا رفضته بس يعني عجبها اسراره ده ولما سألته وقتها هي ليه هي بالذات قالها علشان عارف عنه كل حاجة وبيحبها كمان فما فيش انسب من كده فروحت فرحانة جدا ولكن شافت قصادها كل دول مكشرين فقلقت وسألته موا في ايه راح اقيل لها على مرض البطل ووروها كمان الفيديوهات فعلى طول كدبتهم وقالت له ما تقنعه يكشف وساعتها ممكن يكون عنده ورهم ولا حاجة فعرفوا ان هي متعاطفة نحيته وكده مش صح طبعا وفعلا ساعتها كلمته تسأله عن رواية صاحبه اللي عجبته دي هي فين بقى فقال لها وصي انحطتها هنا فمهما تدور في المكان ده ما لقيتهاش فعرفت انه بيتخيل فعلا وفضلت بقى تعيط عليه اما الواد ده لما سمع حالته عايت هو كمان وافتكر ساعتها لما شافه بيتكلم مع نفسه وهو في الكافيه وبسرعة جاهز شنطته وراح يرخم عليه في بيته وفضل بقى جنبه ويتطمن عليه ولاحظ وقتها انه مش بيقدر ياكل كويس ودايما مركز في الكتابة وبس فساعتها قال لها الحوار ده فساعتها جهزت نفسها تروح له وشافها الدكتور ولسه بيقولها تقولي له ايه لما تقبليه لقىها بتعيط بس اكدت له انها مش هتتكلم معاه في حاجة ولكن لما راحت له جابت سيرة صاحبه ده فقال لها انه اخر مرة كلمه كان صوته مش كويس ووقف كده وحيد في الشارع فقالت له هو مش كلمك في التليفون عرفت منينه انه وقف وحيد فقعد يفكر صح هو شافه ازاي بس بعدين تويت الموضوع بحاجة تانية وخرجت بقى تبص على كتاباته ونقلتها لصاحبه واريتها له فقال لها انه دي مش كتابات جديدة وانه سرقها من كتب القديمة من غير ما يحس انه كده فتأكدت ان مرضه مأثر على صحيته الجسدية وشغله كمان وقالت كل دا مشرفتها فأكدت لها انه كده لازم يدخل للمستشفى وبالغصب كمان وفعلا راحوا قالوا لمامته على حالته ولكن اكدوا لها انه هيخفة اكيد لما توافق يدخل للمستشفى فوافقت على دخوله واليوم اللي قرروا فيها غدوه راحت له البطل قبلها وفضلت تعيط وهي بتكلم مشرفتها تيجي بعربية الاسعاف تاخده ولسه بتخرج تشوفه فان لقيته مشي اصلا وصيب لها رسالة انه راح يقابل صاحبه كان وقتها تخيل ان صاحبه دا كلمه وقال له انه خلاص هيرمي نفسه صدقية عربية علشان فلوس التأمين تروح لمامته فجري ينقزه فساعتها عرفت انه كده هيموت نفسه عن طريق تخيلاته دي وفضلت تكلم الكل يلحقه اما هو فلا اخو بيكلمه انه خرج من السجن بشكل نهائي خلاص وعايز يقابله كان وييتله بقى المرة دي فلا ابي يقول له مش هينفع يقابله وفنفس الثانية عدا من جنبه فطلع البطل راح لمكان اخوه علشان يموت قصاده بس كل دا عن طريق تخيلاته وانه جاي هنا علشان يحمي صاحبه اللي شايفه قصاد عينيه بيتخبط من العربية فنتيجة لده عربية اتخبطت برضه وساعتها نزل من العربية يجري على صاحبه ويلحقه وفي نفس اللحظة ووصله الدكاترة والبطلة جريت عليتها دي فقال لها تبعد عنه وتلحق صاحبه بسرعة فبقيت تعيط هي واحنا نعيط معاها وساعتها بقى خدوا للمستشفى وخدوا اخوه شرحوله الوضع وان مامته زمان هي اللي كانت مجرمة فعرف ان اخوه ضحبية علشانها وبرده ده محسسهش بالحب نحيته ولما راح يقابله في المستشفى مسكوا عجلوا من الضرب وقال له انه اناني علشان وقتها ما شرحش حاجة ليه فحصلوا انه كده ممكن علاج البطل يتطور بس الفكرة بقى انهم مهما عملوا ورولوا حتى الفيديوهات اللي فيها الوحده كان مجتنع انه صاحبه ده حقيقي ولسه بيشوفه عادي ورح سعيتها طلب مامته تزوره وقال لها تخرجه من هنا وهو خلاص بقى مش شايف حاجة فما صدقتهش طبعا رح شرح لها انه بيعمل كده علشان يحمي حبيبته لانها بتتئذي من وجوده هنا فمامته سمعت كلامه وطلبت منهم يخرجوه ومهما تحاول الدكتورة تشرح لها الوضع ما قبلتش كلامها وقالت لها ان دي فرصة علتها بانهم يعيشوا فرحانين بالذات ان ابنها الكبير اخيرا وافق يعيش معاها وكمان من ساعة ما رجع من عند البطل ساعة لما ضربوا اخر مرة دي بقى يكون من ايدها زي زمان فلما البطل بقى عرفت انه ماشي رحيت له فضل التعايت وتترجعه علشان يعني يفضل في المستشفى وهم هيساعدوه فاكد لها انه هيخف الوحده وانفصل عنها علشان مصلحتها فقالت له ان هو الوحيد اللي يقدر يأكد لنفسه ان صاحبه ده خيال مش حقيقة ففعلا بقى لما يشوفه يركز فيه ويسأله له هو نفسه بس للأسف عقله ما كانش مقتنع لسه فكان صاحبه بيرد عليه وقتها انه لا شخص مختلف وفي مرة وهو راكب عجلته بيلف حوالين بيته كلمته البطلة وقالت له ان دي اخر مرة هتكلمه فيها بما انه هو اللي انفصل عنها وساعتها لقيته بيقول لها ان صاحبه حقيقة وكمان شايفه قصاده دلوقتي فقالت له بيركز بس كده لحظة فيه واكيد هيكتشف انه مش حقيقي وساعتها يفكر في ذكرياتهم سوا ففعلا لما صاحبه ظهر قصاده ركز ولاحظ ان دايما رجله متعورة وبيمشي حافي وده فكره بنفسه وهو صغير كان دايما متعور في رجله وبيجري من جز مامته فساعتها شك وسألهم ما تعرفوا امتى فقال له من 3 سنين رح سأله هو في سنة كان دلوقتي فلقى لسه فتن يا سنوي زي ما كان من 3 سنين بالزبط فتأكد ساعتها انه خيال ولكن الفكرة انه مختفاش برضو وبقى يطرده كمان فساعتها يجري بسرعة يروح لها وقال لها تساعده وهو قاعد يعاية فعلت له انها معي ولازم يدخل المستشفى من تاني وساعتها بقى لو ظهر له صاحبه ده يشكره المرادي انه كان معي طول الفترة دي وان دلوقتي هي معي مش لوحده فيطمن ويمشي ففعلا لما ظهر له المرادي قال له كده وكمان نضف له رجله ولبسه كوتش جديد وساعتها ودعه صاحبه بعد ما اعترف له اخيرا انه هو نفسه فعلا فبعد ما اختفى فدل البطل يعيط عليه فدخلت وحاولت تهون عليه ومن ساعتها وهو في تحسن سواقف صحيته او تطور شخصيته وكانت الدنيا مش يحل لحد معرف ان اهلها مش موافقين على علاقتهم لانه مريض يعني فده حسسه بالزنب نحيتها وخليها تجيله وقال لها انهم ينفصلوا سنة تقدر فيها تسافر وتلف العالم زي ما كانت حبة وهو هنا هيفضل يتعالج ويعمل اللي عليه علشان ساعتها يبقى وايه في قصد اهلها بكل ثقة فساعتها وفقت وسفرت فعلا ورحوا يومها وضيف برنامجه بتاع زمان وشرح حالته للناس ونصحهم انهم بدل ما يفكروا دايما في الناس ورأيهم فيهم يسألوا نفسهم هم الاول هم كويسين ولا لأ فالكل حبه قوي وفي نفس الوقت ده كان اخوه عند مامته اللي لسه ما سمحاش برضو لانه طول عمره وشايفها بتحب اخوه اكتر فاتصدم لما عرف منها ان في مرة كانت بتستخبى من جزء في الحمام وقفل على نفسها ولكن دخل لها اخوه واستخبى معاها وهون عليها وقتها ولكن بسبب ده اخوه مش بقدر ينام الا في الحمام وهي مش بتقدر تنام في اي قوضة مقفولة وساعتها كانت رحيتهم محشة قوي فروحوا للمية ينظفوا نفسهم فافتكر وقتها انه ضغوز لما شافهم سوا واخيرا عارف انهم ما كانواش بيلعبوا ولا حاجة فصيبوا عليه قوي وكرر يبقى احسن معاهم وعدت سنة بقى على صفر البطلة وكان كله احواله تصلحت اخوه مثلا بقى يتعالج وبقى معجب بمشرفتها ولما جيبه اوقات رجوعها اخيرا لقيت محدش منبهر يعني بالذات البطل قال لها حلوتي وخلص على كده فدخلت قطه متعصبة منه لقيته كان بس بيستفزها ورحب بيها بعدها وبعد سنة كمان من رجوعها تجوزه وفي مرة اكتشفت انها حامل فتعصبت جدا علشان يعني مش مجاهزة نفسها اما هو ففرح قوي وجاري يوري الاختبار للباقي ويدبهى قصادهم كمان انه هيبقى قب وجن بقى الكل وبركلهم ولكن الصهرة ما تفهموش ازاي قالوا بيت بخناقة رح الدكتور قيلهم نتقابل بكرة نموت بعض من الضرب فتقابلوا فعلا بكرة بس نموتونا من الدحكة عادي وحقيقية انا بجد بحب المسلسل ده قوي مش عشان بس كيونسو حبيبي فيه لا ده علشان افطاله بقى صحاب كلهم من ساعتها والحد دلوقتي بيسافروا سوا تقريبا كانوا لسه في اليابان مع بعض في حاجة كيوت قوي لحد هنا يكون الفيديو خلص ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وكمان اشتركوا في قناتي الثانية على النجاري اتنين ولو عندكم فيسبوك تبعوا صفحتي الوحيدة هناك واكيد ما تنسوش انستجرام وتيك توك كمان وباي اشوفكم في فيديو جديد